الأشياء التي تعطي القلب والعقل اللي هو المرأة لما تبدأ تهمل شكلها وتهمل طريقة ترتيبها أو ترتيب البيت هذا بيعطي القلب والعقل للرجل ليش تهملها لأنها ضامنة خلاص أن رؤي جوزها حب المكان حب شكل البيت فتبدأ تهمل في نفسها تقول ما عندي وقت تقول خلاص رحت علينا كبرنا في السن هذا كله غلط فحاولي دائما تحط في بالك لا أخذ زوجي مضمون دائما غيري وجددي في نفسك هتقولي لي والله الأولاد والمشاغل في شيء اسمه إدارة الوقت تقدر تستعمل أشياء سهلة وبسيطة أدوات تقدر تتحضر فيها نفسك ما تحتاج ذاك الوقت الطويل الكبير اليوتيوب مليان نصائح اليوتيوب مليان أشياء تقدر تستفيد منها كيف أنا أقدر أدير وقتي الشيء الثاني كمان ليعطي للقلب والعقل لدى المرأة أن المرأة عندما تشوف جوزها طول الوقت مشغولة على الإنترنت أو مشغولة على التلفزيون ومهو مع تهتمام في البيت على باله أنه هي مشغولة عنه لا حاول يا رجل لما تخش البيت أول ما تخش دور عليها هي فين حاول تسأل عليها كيف يومك إيش أخبارك إيش عامل اليوم هذه الكلمات جميلة للمرأة أنا عارفة أن المرأة بعدين تفتح لك يعني وقت من الكلام والحديث معك بالعكس اسمع لها مرة واثنين وثلاثة هذا كله يحيي القلب بينك وبين الزوجة يعني فيه كثير أنا أعرفهم شخصيا من الأزواج يقول لك أنا ما أحب الكلام الكثير بس أنا مضطر أسمع من مرأتي عشان أبحث قلبها ويكون الحياة بيننا فيها موادة ورحمة والحب اللي بيننا يصير أكبر وأكبر وأكبر الشيء الثاني للمرأة كمان أنه حاول يا رجل لما تتكلم مع المرأة تركز على مشاعرها تركز على الأشياء اللي هي حبتها لا فقط تسمع الشيء اللي تبغى وترمي الكلام الثاني حتى لو ما كان عاجبك بين فترة وفترة حاول تقول لها أنا سامع كلامك وأنا محترم رأيك هذه كلها تحيي القلب فيه كمان أمور كثيرة موجودة ممكن تميت القلب وتحيي القلب بس أبغاكم أنت الاثنين تسألوا كل واحد بعض كل واحد يسأل الثاني إش ممكن يحيي قلبك ويخليه يعني حي ويحبني أكتر وإنت كمان وإنت كمان يسألها إش ممكن يخلي قلبك يحبني ويحيي أكتر فيه كثير من الأمور اللي أنا ممكن أقولها وفيه أمور لا ما حد يعرفها إلا الزوج والزوجة الشيء كمان الحلو كمان إنه دايما أذكر الشيء الطيب الموجود في بنتي أو في زوجتي بين فترة وفترة روح وقل لي مرتك فاكر لما سوتي لي كده زمان لما وقفتي معايا هذه الذكريات وأنه أعيد وأزيد الذكات الجميلة على مرتي ترى مرة أحساس حلو حتى المرة تقول لي فاكر لما كان في عيد زواجنا سوينا كده فاكر لما جبنا بنتنا فاكر وفاكر الأم نفس الشيء تقول لي ابنها فاكر لما سافرنا وصوت لي كده وساعدتني هذه الأشياء نذكر دايما للطرف الثاني بأشياء طيبة تحيي القلب لا تحاول تذكرها الأشياء البطالة الأشياء السلبية اللي فيها أنت كنتي وأنت فيك لا حتى في القرآن في آية وردت أنه لا تذكروا بعض بالأشياء البطالة ولا تأذوا بعض حاولوا دايما تشوفوا الأشياء اللي تخليكم مع بعض متقاربين ومتألفين ويرجعوا واسألوا بعض إيش ممكن يحيي قلبك وإيش ممكن يحيي عقلك ويخليك مركز معايا وحياتك طيبة معايا كتير من الاستفسارات أنا عارفة موجودة عندكم بخصوص هذا الموضوع ولكن ما حد يقدر يجاوب عليها أكتر منك يا زوج أو أكتر منك يا زوج